السلام عليكم اهلا بكم في مجرى الجنة النهر ده هنعمل شال نسائي او بنشو نسائي وبناتي وهنقول المقاسات بتاعته وهنبدأ مع بعض خطوة بخطوة وان شاء الله يعجبكم لما تشوفوه اول حاجة بعملها باخد محيط باس والمحيط باس اللي انا باشتغله ده من 56 ل 58 تقبيبا بعد كده بزوده كمان 15 سنتي فوق المقاس اللي انا قسته يبقى كده بقى عندي 73 لا انا هاشتغل 75 عشان يبقى الواسع بتاعه كويس اول حاجة بعملها باشتغل ربزة البداية بالشكل ده وباشد الخط وبعد كده باشتغل 1 2 3 سلاسل وبعد كده في اول سلسلة بدخل وبياخد عمود هي اول واحدة كده بتبقى صعبة ولكن بعد كده بتبقى سهل الشغل فيها هنرجع تاني ناخد في اول سلسلة عمود بلفها هابتفع تاني 3 سلاسل 1 2 3 ومن داخل الدايرة اللي بقت اللي تكونت عندي هاخد عمود بلفها وده هيبقى طريقة شغلنا كلها لحد ما اعمل محيط الرأس اللي انا عايزها او اوصل ل 75 سنتي 3 سلاسل ومن داخل الدايرة اللي بتتكون كل مرة بعمل عمود بلفها هيتكون عندي وحدات بالشكل ده لحد ما اخلص الطول المناسب اللي انا عايزها انا هوصل ل 75 سنتي وابجع لكم كده انا خلص الطول اللي انا محتاجها اتكون عندي 44 وحدة من الوحدات ديت بعد كده انا هدي الوحدات بتاعتي 21 وحدة رقم 22 هحط فيها علامة بقى اي خيط او بقى اي علامة عشان ديت هتبقى المنتصف بتاع الشال او البنشو زي ما انتو شايفين كده لازم احط علامة عشان ما انساش وما اطلق بطش هيجي كده اعدل الشغل على عدلته على وشه بعد كده لما اعدله خالص هيجي في اول دايرة اتكونت عندي وهيخد فيها منزلق بعد كده هرتفع ثلاثة سلسلة واحد اتنين تلاتة ومن نفس الدايبة هاخد اتنين عمود واحد اتنين بعد كده هعمل اتنين سلسلة واحد اتنين comprar اتنين واحد اتنين 3 وكده انا اتكون عندي اول صدفة الصدفة التانية هاشتغلها في المنتصف 3 عمود 2 سلسلة 3 عمود طيب بعد كده هاشتغل بقية الجبز ازاي هاخد سلسلة واحدة وفوت دايبة وابحط دايبة اللي بعدها واشتغل 3 عمود ودي هتبقى طريقة شغلنا في السطر الاول ده بنفس الطريقة كده سلسلة ونفوت دايبة ونروح على الفراج اللي بعده نشتغل 3 عمود ناخد سلسلة وبنفوت وحدة وبنروح على الوحدة اللي بعدها ونشتغل من داخلها 3 عمود طريقة الشغل سهلة جدا وما بتاخدش وقت وهاشتغل بنفس النمط ده لحد ماوصل للمنتصف هاشتغل فيه الصدفة التانية 3 عمود اتنين سلسلة 3 عمود وارجع لكم تاني لما اخلص السطر كله انا لاقيت اللون اللي باشتغل بيه لون غامق فاقلت اعملكم نموزك زرير بلون ابيض عشان يبقى شغل فيه واضح هنا خلصت السطر اللي انا كنت شغالة فيه وصلت للنهاية هاجي في اول ارتفاع خالص واخد منزلقة وتاني جبزة هاخد فيها منزلقة وفي الفراج من الواسط بتاع الصدفة هاخد منزلقة وابتفع ثلاثة سلسلة واحد اتنين ثلاثة واعتبرها اول عمود وهاخد كمان اتنين عمود واحد اتنين اتنين سلسلة ثلاثة عمود عشان اكون الصدفة بتاعتي بعد كده هاخد سلسلة واروح على اول فراج بابني ااخد ثلاثة عمود وهي بقى ده نمط السطر ده كله لحد ما نوصل للصدفة واخدها ثلاثة عمود اتنين سلسلة ثلاثة عمود ادي اول عمود في الفراج اتنين ثلاثة هاخد سلسلة واروح الفراج اللي بعده وزي ما قلت لكم هو ده نمط السطر ده كله لحد ما انتهي لحد ما اوصل لحد الصدفة اهم حاجة ما تنسيش الصدفة ثلاثة عمود تنين سلسلة ثلاثة عمود اخلص الصدفة ده كله وارجع لكم تاني انا كده وصلت لنهاية الصد هاخد سلسلة واجي في اول ارتفاع واخد منزلقة عشان قلنا بناخد منزلقة عشان نوصل للوسط بتاع الصدفة وتاني جوبزة باخدها منزلقة ومن وسط الصدفة باخد منزلقة وبابتفع تلاتة عمود التلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة وبعد كده باخد اتنين عمود واحد اتنين واتنين سلسلة وتلاتة عمود واحد اتنين تلاتة بعد كده باخد سلسلة وبروح على اول فراغ عندي هاخد عمود بلفة اول عمود بلفة بعد كده بلف لفتين على الابرة وبانزل تحت باخد العمود الوسطاني عمود بلفتين امامي زي ما انت شايفة كده والعمود التالت باخده عادي بعدين ااخد سلسلة وبروح الفراغ اللي بعده بكرر الحكاية اول عمود اول عمود عادي باخد لفتين بنزل على العمود الوسطاني باخد عمود امامي بلفتين الوسطاني الوسطاني عمود عمود عادي هامشي بنفس النمط ده لحد موصل للصدفة اللي في الوسط هعملها تلاتة عمود اتنين سلسلة تلاتة عمود وبقية الورس باخدها في الفراغ عمود عادي عمود بلفتين امامي عمود عادي انا كده اربط اخلص الدور هاخد سلسلة وابروح الفراغ بتاعي هاخد فيه عمود عادي بلفة والعمود التاني هاخده امامي بلفتين من العمود الوسطاني اللي تحت والعمود التالت هاخده عمود عادي بلفة وبعد كده باخد سلسلة وابروح في اول ارتفاع باخد منزلك وتاني جرزة باخد فيها منزلك ومن الفراغ باخد منزلك وبرتفع ثلاثة سلسلة عشان اكون الصدفة بتاتي وبعد كده اتنين عمود اتنين سلسلة تلات عمود ادي واحد اتنين اتنين سلسلة واحد اتنين وبعدين ثلاثة عمود واحد اتنين ثلاثة بعد كده باخد سلسلة وبرح اول فراغ عندي وباخد ثلاثة عمود بلف عادي هي فكرة الشيال دي بسيطة جدا وتعتبر تكبار لسطرين سطر هيبقى عادي بالشكل ده والسطر اللي بعدي هيبقى في عمود عادي عمود بلفتين امامي عمود عادي والسطر اللي بعده هيبقى سطر عادي خالص زي ده بالزبط يبقى احنا بنمشي سطر وسطر السطر ده هنمشي واحدة سلسلة ثلاثة عمود زي ما انت شايف كده باخد سلسلة وبرح الفراغ اللي بعده وباخد ثلاثة عمود عادي خالص ودي هتبقى فكرة الشيال يبقى السطر ده كله هرده واحد سلسلة ثلاثة عمود زي ما تعودنا فاول ارتفاع باخد منزلقة في الجبزة التانية منزلقة في الفراغ بطلع باتنين عمود مع الثلاثة سلسلة اتنين سلسلة ثلاثة عمود دايما السطفة الاولى بتبدأ بتلاتة سلسلة ارتفاع وبعد كده اتنين عمود اتنين سلسلة ثلاثة عمود بعد كده السطر الجديد هتداره زي اللي قبل ده يعني هاخد واحد عمود عادي واحد عمود بلفتين امامي واحد عمود عادي وهنمشي بنفس النمط ده الحد من خلص الشال هو بدأ الشال يبان شكله قدامنا والفكرة بتاعته هتوضح كل ما يكبر شوية زي ما انتو شايفين يبقى السطر ده كله همشي ما تنسيش همشي واحدة سلسلة وثلاثة عمود من كل فراغ واللي بعدي هيبقى في كل فراغ عمود عادي عمود بلفتين امامي كده انا وصلت للطول الشال اللي انا عايزاه زي ما انتو شايفين كده بقى ده شكل الشال بعد ما تقريبا خلص فضل بس رقبة ورقبة دي ممكن نعملها رقبة طويلة وممكن نعملها بقى بعادية بقى بالشكل ده بيبقى جميل جدا في اللبس والصدفة بتاعته الامامية ويبقى بالشكل ده انا هنا هبدأ اعمل رقبة بتاعة الشال انا كنت مشتجلة عبارة عن حلقات بداية الشال عبارة عن حلقات زي ما انتو شايفين هشتجل في كل حلقة من دولة اتنين عمود بلف هبدأ دلوقتي اسبت الخيط واخد منزل بعد كده برتفع واحد اتنين وشد الخيط عشان نسبته تلاتة وبروح لأول حلقة وباخد اتنين عمود بلف زي ما اتفعنا كل حلقة هناخد فيها اتنين عمود بلف واحد اتنين وابروح على الحلقة اللي بعدها واخد عمود بلف بس اتأكد ان هي الحلقة واخد اتنين عمود بلف واحد اتنين وابروح على الحلقة اللي بعدها على طول بدون اي سلاسل باخد اتنين عمود بلف وهمشي السطر ده كله في كل حلقة هاخد فيها اتنين عمود بلف بلف واحد اتنين وحيشتغل السطر ده كله بنفس النمط لحد ما خلص السطر الاول في الرعب هنا انا خلصت السطر ده عبرا عن في كل دايرا عملت اتنين عمود بلف لحد ما وصلت قرب النهاية اخر دايرا عندي هاخد فيها اتنين عمود بلف عادي اتنين هنا في اعلى افتفاع هاخد منزلقة عشان اقفل السطر بتاعي وبعد كده هاخد اول عمود امامي منزلقة بالشكل ده خلي بالك لان هو ده هيبقى بداية كل سطر عندنا وبعد كده ارتفع تلاتة سلسلة واعتبرهم عمود امامي وبعد كده باخد عمود خلفي يبقى في كل النهاية السطر وبدايته هعملت بنفس الحركة دي هاخد منزلقة في اول في اعلى ارتفاع وبعد كده باخد منزلقة عمود امامي وبعد ارتفع تلاتة سلسلة وباخد اللي جنبه عمود خلفي وهمشي على النمط ده عمود امامي وعمود خلفي عمود امامي وعمود خلفي وده هتتبقى ربزتنا اللي جاي خالص لحد ما خلص طول اللي انا محتاجة واللي انا عايزة ان كانت اعلى من كده او هاخد سطرين وقت في اللي يعجبك عايزها طويلة بقى طويلة هتشتغل لحد ما توصل للطول اللي انت عايزها عايزها وسط انا هشتغل بالنسبة لي هشتغل كمان ثلاثة دورة بخلاص كده انا خلصت العشال بتاعي وبركب له الشباشير بتاعته او الدليات بتاعته هنشوف هنركبها ازاي انا عملت الفتل بتاعتي مقاسة 25 سنتي لو انت عايزها اطول من كده ممكن على اساس لما تبقى متنية كده تبقى طول ها 12 سنتي ونص بعد كده باخدها بنفس الطريقة ديت بالقبرة وبشدها نعمل واحدة تانية طول ها 25 سنتي بعدد الفتلات اللي انت عايزها او بعدد الخيط اللي انت عايزها تبع التقل بتاع الدليا اللي انت عايزها بعد كده بيبقى بيبقى في حلقة كده في الوسط اها لما بنتني الفتلات او الخيط باخدها كده وبشدها وبعدين اطلعها بالابع بالشكل ده كياني باخد منزلك انا كده خلست وبقى ببتاعتي خلستها بالارتفاع ده انا عايزها وسط مش عايزها طويلة لو انت عايزها اطل من كده عمليها اطل من كده وبقى عندي الشال بالشكل ده كده الشال بتاعنا خلص وهقول لك ازاي بترضي المقاس مظبوط اول حاج بتعمليها بتشوفي سنة اللي قدامك لو فوق الـ 25 بترضي محيط بقس زائد 15 سنتي لو من 15 لـ 25 بترضي محيط بقس زائد 12 سنتي من 10 سنوات لـ 15 سنة بترضي 10 سنتي من 7 سنوات لـ 10 سنوات بترضي 7 سنتي اتمنى ان الفكرة تكون وصلت واتمنى ان يكون عجبكم لعواجبك فعال الجبس واشتركوا في القناة واميلي لايك عشان يوصل لك كل جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة